arrive to vs. arrive at ما الفرق بين استخدام arrive to وarrive at؟ من الأخطاء الشائعة التي قد يخطئ بها بعض المترجمين والمتعلمين للغة الإنجليزية كلغة ثانية هي استعمال حروف الجرم في غير مواضعها وسأوضح اليوم الفرق بين arrive to وarrive at في اللغة العربية نقول وصلت إلى عمان أو سافرت إلى عمان فحرف الجر إلى يفيد انتهاء الغاية المكانية أو الزمانية مما يجعل بعض المترجمين أو بعض المتعلمين للغة الإنجليزية كلغة ثانية يستخدموا to مع الفعل arrive إلا أن حرف الجر to لا يأتي مع الفعل arrive وإنما يأتي مع حروف الجر at و in وسأوضح الفرق بينهما نستخدم arrive at للتعبير عن الوصول لوجهة صغيرة مثل مبنى أو جزء من مبنى فنقول كان القطار قد غادر عندما وصلت إلى محطة القطار ونقول وصلت إلى الحفلة أما للتعبير عن الوصول إلى وجهة كبيرة مثل بلد أو مدينة ما أو حتى قرية فنستخدم arrive in فنقول I arrived in Amman وصلت إلى عمان I arrived in Iraq in May وصلت إلى العراق في شهر أيار وتجدر الإشارة إلى أن الفعل arrive قد لا يتبعه حرف جر مثل I arrived home وصلت إلى المنزل I arrived today وصلت اليوم I arrived yesterday وصلت في الأمس I arrived early وصلت مبكرا I arrived late وصلت متأخرا وإضافة حرف الجر to مثل arrived to home هو خطأ شائع ناتج عن الترجمة الحرفية من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية ترجمة نانسي قنقر